عبد الرحمن حميد لعب كرة اليد أو حارس الكرة اليد بالنادي الأهلي وقع على عقود التجديد للنادي الأهلي اللي يستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وقع حميد طبعا على عقود الاستمرار مع النادي الأهلي لمدة أربع مواسم قادمة في حضور كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي وده تجديد على عقد احمد في ظل لكونه أحد أبرز العناصر بالفريق وفي ضوء الحفاظ على العناصر المميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد. يمكن حميد من اللعيبة اللي بقى ليهم مكانة عظيمة جداً عند جمهور النادي الأهلي. مش بس عشان هو حارس عنده قدرات خاصة وفي كل الموارات اللي لعبها قبل الإصابة كان على أداء عالي جداً وقوي جداً. لكن كمان عشان أخلاقه وانضباطه وروحه تحسوا كده واحد من ولادي النادي اللي عندهم روح الفضان الحورة بجد يعني. واحد من الناس اللي في منتخب مصر ليه تأثير قوي. لعب كل منتخبات الشباب تقريباً لعب كل الأعمار خد بطولات مع المنتخبات مع كل حاجة. يعني رجل رغم صغر سنه إلا أنه هو عمل تقريباً تاريخ كبير جداً في السن الصغير اللي هو فيه ده. كمان حميد من الناس اللي لها شخصية قوية كحارس مرمى في فرقة الهندبولة احنا عارفين الفريق ستة بس. فبالتالي الجون لازم يكون شخصيته قوية جداً. في سنه صغير ده يبقى بالشخصية القوية دي لأ حاجة عظيمة جداً. كمان إنجازاته مع النادي الأهلي الموسم اللي فات كان موسم مميز جداً 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 لكل فرقة النادي الأهلي. خصوصاً فرقة الهندبول اللي خدت بطولات مميزة جداً للموسم اللي فات.